معنا مدخلة أستاذ فتحي أهلا بيك أهلا بحضر تفضل ياسس فتح أهلا بحضرتك تفضل يا سيدنا السيد المسيحي أما قال ويلة لكم هيكو الكتب والفريسين وأخذت مفتاح المعرفة لأدخلتم ونجعلسوا الداخلية يقصد مين بيهم دول يا سيدنا وهل أنا ممكن أعمل تصرف أشبئهم بالكتب والفريسين ده سؤال السؤال الثاني سيدنا السبت العذرة يما قعد الثلاث يام على الأرض يما تنيحك وبعد كده أستاذ المسيحي أخذ جسدها الطاهر مكانها فين أشكرك يا سيدنا وتعيش وتعلم شكرا لك يا سيد فتح أول سؤال بتاع الكتب والفريسين هما طبعا وقتها في فئة اسمها الكتب وفئة اسمها الفريسين وكانوا متعلمين كتب دول بيكتبوا الأسفار المقدسة المخطوطات فمن كتر كتبتهم بيبقوا فاهمين خطوهم حلو وإدراكهم للغة كويس عشان يكتب ما يغلطش في الجرامر وفي اللغة وفي الكلمات وفي الكتابة فمتعلمين في الريسيين الناس مضققين جدا في فهم النموس والنصوص المقدسة فأخذوا مفتاح المعرفة بقى معاهم مفتاح المعرفة معناها فاهم كل حاجة لكن في فرق بين واحد فاهم بفاهم الناس واحد فاهم مكوش على المعرفة مش عايز يقولها عشان يعود يقول عمره متميز فأنا هعرفك اللي أنت لا أنا عارفه طب أنا بقيت إيه بقى أنت بقيت زيك زيه لا 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 فيشيلوا المعرفة عن الناس أخذوا المعرفة وحفظوها وبعدين يعطوا للناس معلومات تضللهم حتى قالوا كده هذا الشعب الملعون لما تكلموا عن المسيح أن الناس مشيت وراه قالوا هذا الشعب الملعون ما يعرفش حاجة تما دي غلطتك أنا لما أكون أسقف بقالي النهاردة 23 سنة والشعب اللي أنا بخدمه النهاردة ما يعرفش حاجة يبقى أنا عملت إيه وأقول هذا الشعب الملعون لا يعرف شيء طب ما قد غلطتك بيبقى لعيب في الراعي لعيب في المعلم والراعي لما يجي مدرس في مدرسة ولا نأذر في مدرسة طول النهار يشتم في الطلب أنهم بايزين ومش نفعين ومش فالحين طب ما دي غلطتك صحيح أنت بقالك كم سنة مدير للمدرسة ليه ما نهطش بالولاد فلما يجي الكتب والفرسين يقولوا هذا الشعب الملعون لا يعرف شيء طب ما أنتوا السبب أخذوا مفاتيح المعرفة ومنعوا المعرفة عن الناس واللي عايز يعرف بيمنعون هو بقى الأخ بيسألني طب أنا ممكن أيوة ممكن أكون كده يعني الخادم اللي هو أخذ معفاتيح المعرفة معناها أصبح عندك فرصة تدرس في مدرس أحد أو في اجتماع الشباب أخذت المفتاح أنت مش عارف فمعاك المفتاح ومش عارف حاجة فبالتالي اللي جايين عندك مش عارفين حاجة أو أخذت المفتاح وما ديتش فرصة لزمالتك يشتغلوا معاك وأنت أسرت مع المخدمين أو تقبرت على الناس وحسستهم أن أنتوا كلكم مش فاهمين حاجة أنا بس اللي فاهم عشان أفضل أنا مسيطر وملم بالأمور يعني في بعض السياسات يقولك الجهل يخلي الناس سهل الانقيات لما أنا قاعد في اجتماع أتكلم بطريقة عالية أو تخلي الناس مبهورة ومفهموش حاجة عن قصد يسيرت طول عمري أنا الأستاذ بس محدش استفات أعمل زي المرتلين بتوع الكنايس بنسميه المعلم ليه؟ لأنه بيعلم الناس فلو أنا دخلت كنيسة لقيت المعلم الميكروفون بعيد عن بقه والخرص كله بيقول بقول المعلم ده أم بدوره لكن الشمسة وفين سكتين والمعلم قاين بكل الدور واللي بيقول كل حاجة والميكروفون في بقه ما بقاش معلم ده مرتل ليه بقى؟ لأنه هو مش عايز يعلمهم عشان يظل الناس محتاجا له فالقدس هيعطى لهو مش موجود والشمامسة موجودين زي الليتو مش حفظين فده أخذ مفاتيح المعرفة ما ادهاش للناس لكن اسمه معلم ليه؟ لأنه مسك الأطفال والشباب والكبار معلم كل الفئات هو وقف الأداس فرحم بيهم ما بيقولش هو بيقود وبعدين هو عارف فيه حتة ضعيفة ممكن الناس تقع فيها يروح داخل مزبط ويسيبهم يقوله ده معلم ويفرح المرة اللي بعدها لما لقيها تزبطت أكتر طبعا ده معلم أي وبعدين يبقى هو مثلا الحانة كبيرة يسلمها الأطفال كله كله كل ناس بتقول ده إيقاص نجاحه في أنه هو الدنيا كلها بتقول نفس المعيار بتاع الألحان يتقال في الإيمان بدخل كنيسة وأنا بدل عايزة بحب الطريقة الانتر أكشن دي في التفاعل إن أنا أسأل سؤال تلاقي الناس جاوبت كنيسة دي مثقفة أبونا ده أعلمهم لكن أنا داخل بتكلم شايف الناس قعدة والشهب يقول أنهم مش فاهمين طيب ليه مش فاهمين معناها ما تخدموش صحيح صحيح طيب سؤال أستاذ فتحة تانية الخاصة بالستة العذرة والأيام اللي قضيتها على الأرض بعد نياحتها وقبر العذرة فين قبر العذرة في حتة اسمها الجسمانية اللي ربنا يديله فرصة ويشافر القدس يقدس بيزور من ضمن المعالم القبر بتاع العذرة اسمه الجسمانية في بستانجة السيمانية فقعد في القبر ده فترة قليلة وجم الملايكة حملوه معهم المسيح ودوه السماء فالجسد الآن حاليا موجود في السماء في مكان ما نعرفهوش والقبر فاضح لكن العذرة ما قمتش من الأموات ده المسيح هو اللي قام العذرة حم الجسدها ميت